موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من وكالة أنباء الأناضول التي نشرت لإنجي جونجداغ تحت عنوان منظمة بريطانية أنقذوا المهاجرين من الموت غرقا في المتوسط حيث دعت منظمة أنقذ الأطفال زعماء الأحزاب السياسية البريطانية إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة العمل بعملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط التي تهدف إلى الحد من غرق المهاجرين وذكر بيان صادر عن المنظمة إنها أطلقت حملة جديدة تحت اسم إبدأ الإنقاذ مجددا عقب غرق سفينة تحمل مهاجرين غير شرعيين من ليبيا إلى إيطاليا أول أمس ومصرع حوالي أربعمائة شخص معظمهم من الأطفال ولقد وجهت المنظمة نداء في إطار الحملة الجديدة إلى زعماء الأحزاب البريطانية وطلبت منهم إعادة عملية الإنقاذ المسمات بحرنا التي تسمح بالتدخل قبل غرق مراكب المهاجرين في مساحة واسعة بالبحر المتوسط والتي توقفت في تشرين الثاني 2014 وأورد بيان المنظمة أقوال مهاجر أريتيري في السابعة عشرة من عمره حين حيث قال إن المهربين يتعاطون المخدرات باستمرار وإنه رآهم وهم يسكبون البنزين على عدد من المهاجرين تشاجروا معهم وأحرقوهم أحيانا موضحا أنهم تعرضوا إلى معاملة سيئة عندما كانوا في ليبيا بدوره قال المدير تنفيذي للمنظمة لا يمكن لقادتنا السياسيين التغاضي عن حقيقة أننا نسمح بغلق ألاف الأطفال الأبرياء مع أسرهم في سواحل أوروبا في حال عدم وجود عملية الإنقاذ مصرع كل طفل مهاجر هو وصمة عار على الضمير الأوروبي كم ألف شخص يجب أن يموت حتى تتحرك أوروبا الصيف الحالي موقع توركي بريس نشر مقالة بعنوان بروفيسور توركي الأرمان يحاولون التغطية على جرائم كبيرة ارتكبوها بحق المسلمين حيث أكد لبروفيسور التركي يرول كوركجي أغلو بأن دولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة لإصدار قانون الترحيل والإسكان بحق المجموعات التي ارتكبت مجازر تجاه أطفال ونساء المسلمين من سكان المناطق الشرقية في الوقت الذي كان فيه شباب ورجال تلك المناطق يخضون حربا مصيرية على سبع جبهات خلال الحرب العالمية الأولى وقال يحاولون خلط الأوراق وتضليل الرأي العام العالمي بشكل مستمر للتغطية على الجرائم والمجازر التي اقترفوها وبيّن لبروفيسور أن حكومة الدولة العثمانية أغلقت في الرابع والعشرين من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة عشر جمعيات أرمانية كجمعية الطاشناق والهاشناق ورامنغافار وقامت باعتقال مائتين وخمسة وثلاثين من زعمائهم ليوقفوا حالة الاضطراب في المدن والمناطق الشرقية التي كانوا يتواجدون فيها واضطرت الدولة العثمانية لاتخاذ قرار إداري يهدف لتأمين وحماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل والمذابح الجماعية الأمر الذي دفعها لإرسال تلك المجموعات إلى سوريا وإسكانهم هناك في السابع والعشرين من أيار وتابع قائلا لم يكن قرار الترحيل والإسكان الذي صدر وقتها يتضمن أبعادا دينية أو قومية بل كان يهدف لإبعاد العصابات التي تسببت بأضرار في المدن والقرى المسلمة وتأمين أرواح وشرف وممتلكات المواطنين وكانت تركيا وما تزال تقدم اقتراحات منذ سنين تدعو لتشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن لدراسة الأرشيف المتعلق بتلك الأحداث إلا أن أرمينيا ترفض دائما هذا الاقتراح وتقول بأن القضية غير قابلة للنقاش موقع تركيا بوست نشر مقالا لخديجة العمري بعلوان السوريون للبابا فرانسيس يا أبتاه نحن نباد أيضا حيث تشير الكاتبة إلى أنه لم تمر كلمة البابا فرانسيس وصفه ما حصل للأرمن عام 2015 بالإبادة مرور الكرام رد رئيس التركي بتحذير البابا من تكرار الوقوع في شرك أخطاء كهذه وقال بصراحة أن الأرشيف العثماني مفتوح أمام لجان تقص الحقائق الباحثة عن الحقيقة وبعد يوم واحد صوت البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس عشر من الشهر الرابع 2015 بتأييد قرار يعتبر بمقتل الأرمن عام 2015 إبادة جماعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبقى التصويت وقال بسخرية مهما يكن قرار البرلمان الأوروبي حول مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن فإنه سيدخل من أذن ويخرج من أخرى وقد تلقف السوريون الخطاب هم الذين يبادون في حلب وإدلب والغوطة ويعيشون البؤس المتنقل من البراميل المتفجرة إلى الغرق في البحر والظل في دول الغربة واللجوء لو كانت المعلمة التي انتشلت جثتها متحت ركامي أحد المدارس في حلب حية لقالت للبابا انظر يا أبتاه نحن نباد أيضا وتتابع الكاتبة بلهجة ساخرة يبدو أن على السوريين أن ينتظروا مئة عام حتى يجتمع البرلمان الأوروبي ليقر بأن ما فعله بشار الأسد بهم إبادة جماعية واصمة تعار في تاريخ دعاة الديمقراطية الزائفة من الأوروبيين وغيرهم لم يطلب أحد من البابا مواقفة سياسية لأنها هذه أصلا ليست وظيفته لكنه مطالبا برفع الصلاة أخلاقيا للأطفال الذين يموتون كل يوم وتصورهم شاشات التلفز العالمية ليمر الخبر أمام قداسته مرور الكرام وتتساءل الكاتبة لماذا الأرمن فقط لماذا ازدواجية المعايير المقيتة هجر ألاف الأرمن نعم ذبحوا وقتلوا أيضا نعم لكن هل كانت الدولة العثمانية مطالبة بزفهم بالورود لتعاونهم مع العدو روسيا هل كان مطلوبا السكوت عن حرقهم لمئات القرى المسلمة المعزولة النبش في سجلات الجرائم لا يليق بأصحاب البيوت الزجاجية الصهايين استأثروا العالم بتضخيم الهولوكوست النازي الألماني بحقهم والأرمن اليوم يتباكون على مجازر ارتكبت في حرب عالمية لم توفر أحدا وتختم الكاتبة بالقول وحدهم السوريون اليوم لا بواكي لهم كما لم يكن للفلسطينيين بواكي ولا للليبيين الذين قاوموا الاحتلال الإيطالي ولا الجزائريين الذين قدموا مليون شهيد لطرد المحتل الفرنسي ولا ولا كل هؤلاء لا أهمية لهم المهم أن البابا فرانسيس يصلي من أجل الأرمن الذين تيبست عظامهم تحت التراب منذ مئات سنة ونشرت صحيفة الغارديان مقالا لسايمون جينكنز بعنوان كوبا أظهرت بعدم جدوى العقوبات فلم الإصرار عليها وتصف الغارديان في مقالها هذه العقوبات بأنها الوجه المقبول للاعطداء ولكنه عديم الفعالية وأشارت الصحيفة إلى رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن كوبا على الرغم من اعترافها بعدم فعاليتها مدة نصف قرن من الزمن في إسقاط نظام كاسترو العقوبات تحولت إلى عامل لجذب السياح إلى كوبا وتتردد الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن رفع العقوبات عن إيران بعد مراقبة منشآتها النووية هذا الصيف وتتعرض دول مثل كوريا الشمالية وبورما وزيمبابوي وسوريا وليبيا والصومال والكونغو ودول أخرى ضعيفة إلى العقوبات الاقتصادية دون التأكد من أن هذه العقوبات ستحقق أهدافها وترى الجارديان أن هذه العقوبات أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف السياسية المرجوة منها مثل ما حصل في كوبا وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وغيرها وأن استمرارها عبث سياسي حسب الصحيفة نشرت صحيفة سليت الفرنسية تقريرا لهنري تينكت بعنوان الصراع السني الشيعي في الشرق الأوسط وقالت الصحيفة إن الحرب التي تخوضها الميليشيات في اليمن تقف وراءها القوتان الإقليميتان المتصارعتان المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وضفت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن الصراع السني الشيعي في الشرق الأوسط أصبح محتدما إلى درجة أنه غطى على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصفة إياه بأنه صراع أخوي دموي يتواصل منذ أكثر من ألف سنة بين أكبر فرعين للدين الإسلامي وزاد التقرير أنه بالرغم من كون الشيعة أقلية في المنطقة حيث يمثلون أقل من عشر بالمئة من مسلمي العالم فإن الهلال الشيعي الذي يجمع إيران والعراق وسوريا ولبنان أصبح لاعبا مهما في الصراعات الإقليمية وقالت الصحيفة إن الفرس اعتمدوا المذهب الشيعي كديانة رسمية لدولتهم من أجل تمييز أنفسهم عن الإمبراطورية العثمانية السونية وجعلوا من اللغة الفارسية لغتهم الرسمية بخلاف اللغتين العرابية والتركية وصنعوا دولة دينية يديرها رجال الدين الذين زاد نفوذهم كثيرا حتى أصبحت الدولة واقعة تحت سلطة الملالي وأضافت أن هذه القطيع العسكرية والسياسية بين السنة والشيعة وضيفت إليها القطيع الدينية على غيرار انقسام العالم المسيحي بين الكاثوريك والبروتستانت خلال القرن السادس عشر فالسنة يركزون على تطبيق السنة الموروثة عن الرسول وأتباع شريعته بينما وصل الشيعة تطبيق هذه البفاهيم ولكن بالتزام أقل حيث انقسموا إلى عيدة بذاهب وانفتحوا على الطرق الروحانية على حد تعبير الصحيفة نطالع في صحيفة الحياة اللندنية مقالا لعبدالوهاب بدرخان بعنوان البداية من اليمن لكن إيران تهزم في سوريا رأى فيه أن ثمت إيجابية في لوم أوباما العرب في شأن سوريا معتبرا أنه بهذا اللوم يخاطب إيران قبل العرب ليقول أن المعركة الحقيقية هي على سوريا وفيها أولا وآخرا وهو ما ينبغي أن يدركه العرب ولفت الكاتب إلى أن الحرب على داعش أظهرت أن حاجة إيران إلى سوريا حاسمة لإظهار قوتها والاحتفاظ حتى بالعراق وأن حاجتها إلى لبنان حزب الله حاسمة للاحتفاظ بسوريا مشددا على أن تفريس السوريا ولبنان سيكون إلغاءا لعروبة المشرق وعقب أمام قيام نظام عربي أي أن كانت صيغته وأهدافه وبين الكاتب أنه على رغم الضعف والوهن في صفوف المعارضة السورية أمكن إيجاد صيغ للفصائل الإسلامية وغير الإسلامية لتتوحد سواء في الشمال أو في الجنوب ولتعاود مد سيطرتها إلى مناطق النظام من بصر الشام إلى محيط درعا إلى إدلب منوها إلى أن الظهور المحدود لبعض الأسلحة النوعية يؤشر إلى تراجع ولو آني لممانعة أمريكية لم يعد لها معنى صحيفة العربية الجديد نشرت مقالا لسلام كيلة تحت عنوان تكرارا ما الحل في سوريا أشار فيه الكاتب إلى أن كل ما يجري يظير أن هناك من يعمل على تزبيط معارضة تقبل باستمرار بشار الأسد موضحا أن روسيا ما زالت تعمل على ترتيب معارضة من صلب السلطة ربما تسعى إلى الحصول على مناصب لهذا دعت شخصيات بصفتها تمثل المعارضة وهي ليست معارضة لم تكن ولم تصبح ولن تكون ولفت الكاتب إلى أن ما يبدو واضحا أن كل الأطراف الإقليمية والدولية باتت تتعامل مع أفراد معارضين وليس مع هيئات معارضة ويبدو أن أطراف المعارضة توافق لأن مشاركين كثيرين يريدون أن يحصلوا على مناصب في أي حل قد يتحقق ويضيف الكاتب لم يعد أحد ينظر إلى الائتلاف أو هيئة التنسيق أو المجموعات الأخرى بل أصبح كل طرف إقليمي أو دولي يستنسب بعض المعارضين لعقد لقاء أو مؤتمر يطرح تصورا للحل بات يتراجع عن التمسك بإبعاد بشار الأسد ومجموعته وأكد الكاتب أنه ليس من حل ممكن من دون أن يشعر الشعب الذي قاتل من أجل التغيير وتدمرت بيوته وقتل أبنائه وتشرد بأنه حقق انتصارا صغيرا يتمثل في إبعاد الرئيس ومجموعته مشددا على أنه من دون ذلك ليس ممكن أن تقبل الكتائب المسلحة والشعب وبالتالي سيفشل أي حل لا يبدأ من إبعاد هذه المجموعة التي خاضت الحرب ضد الشعب ودمرت سوريا بعد أن نهبتها عقودا طويلة في ظل سلطة استبدادية ودعا الكاتب في نهاية مقاله المعارضة إلى أن ترفض تفكيكها وأن تتمسك بأساس نجاح أي حل وهو إبعاد الفئة المسيطرة على الدولة جريدة الدستور الأردنيا نشرت مقالا لياسر الزعاطرة بعنوان ماذا فعل بشار بالعلويين وماذا تفعل إيران بالأقليات حيث يشير الكاتب إلى أن بشار الأسد ليس وحده هو من ورط العلويين في حرب قتل خلالها في صفوفهم الثلث من بين 250 ألف شخص في سن القتال وفقا لتقرير صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية موضحا أن هناك قبل بشار وبعده إيران التي أقنعته بالقدرة على الانتصار وهي لم تفعل ذلك إلا لحماية نظام تراه الركن الأكبر في مشروع تمددها في المنطقة وأضاف الكاتب أن إيران ورطت الأقليات في حرب مع الغالبية ليس في سوريا وحدها بل فعلت ذلك مع غالبية نسبية في العراق إذا استثنين الأكراد باستقلالهم العملي ودفعت رئيس الوزراء السابق نوري الماليكي إلى سياسات طائفية أنتجت كل هذا العنف الذي تعيشه الميلاد أما الشاهد الأكبر الجديد فهو اليمن حيث تم إلقاء الحوثيين أيضا في محرقة لكن الأسوأ هو أنها ورطت جميع الأقليات الشعية في المنطقة بدفعهم نحو اتخاذ مواقف من صراعات المنطقة خارج سياق الغالبية ما جعل التعايش بينهم وبين جيرانهم صعبا إلى حد كبير جريدة حبر نشرت مقال النور العلي بعنوان كيف تكونين امرأة عظيمة حيث تقول الكاتبة بأنه يختلف كل واحد مننا عن الآخر في نفسه وفي الآخرين وقد يكون رأي أحدنا موضوعيا أو يكون شكليا أو خياليا وهذا الرأي ناتج عن عوامل كثيرة وراثية وبيئية أثرت فينا ويرى بعض الناس في أنفسهم الجمع بصورة مرضية غير واقعية ونرجسية ويتعدى الأمر الذات ليحاول أن يفرض على المحيطين به هذا التصور هؤلاء الأشخاص المغرورون هم في حقيقة أمرهم مخدوعون وغالبا ما يرفضهم المجتمع ونقيد هذا النموذج يوجد نموذج يرى أنه فاشل لا قدرة لديه أو موهبة يمكن أن يرتكز عليها وليس عنده ما يفخر به من حسب أو نسب أو شهادة أو إمكانات وهناك صنف ثالث ينظر بواقعية إلى ذاته ويدرك حقيقة إمكاناته فلا يبالغ في حسناته ولا يهول من سياته والشعور بالعظم أو الدنيا ينتج منه مشاكل كثيرة إذ يتولد شعور بالرفض من داخل نفس الشخص والمحيطين مما يفكده عنصر الثقة وليس الشخص العظيم هو المبتكر فحسب ولكنه هو الذي يؤدي عمله بمقدرة وإبداع مهما صغر هذا العمل أو كبر فالزوجة التي تحصن رعاية أولادها وخدمة زوجها هي زوجة عظيمة والمرأة العظيمة متوازنة تعرف نفسها وطريقها هدفها ليس إثبات الذات ولكنها المرأة القادرة على النهوض بأعبائها الحياتية الزوجية تحب الناس وتقدر الآخرين وتحترمهم ويقدرها الآخرون ويحترمونها ابتداء من زوجها وأولادها تعرف أخطاءها فتحاول أن تصوبها ولا تكررها أو تبررها تتقبل النقد ولا تقدم النقد للآخرين بروح عدائية تقرب المسافات بين عقل زوجها وعقلها وتجعل هدفهما واحد جريدة عن بلدي نشرت مقالة لمصدفى السيد بعنوان نموذج إدلب بإدارة الاقتصاد حيث يشير الكاتب إلى أن السوريين دفعوا بشكل مباشر خلال السنوات الأربع لثورتهم على تكاليف للفساد في العالم سواء بالأرواح أو بالاقتصاد بعد فرار قوات الأسد النظامية وميليشيات الشبيحة من مدينة إدلب دمر طيران الجيش السوري وقوات المدفعي أكثر من عشر بالمئة من المدينة خلال أسبوع وفقا للتقارير الواردة من المدينة وفر معظم سكان المدينة من بيوتهم وتحولوا إلى لاجئين تحت أشجار الزيتون التي تحيط بالمدينة خشة غارات طيران ومع توقف الغارات الجوية تدميرية على المدينة ليومين قبل نهاية الأسبوع تبدو الإدارة الاقتصادية المؤقتة للمدينة أمامها صعاب جسام لإعادة الحياة للقطاع الاقتصادي نتيجة نقص الموارد الشديدة ونقص السيولة المادية ونقص الاستثمار السليم في الكفاءات والموارد البشرية ورغم أن القوى التي حررت المدينة تقول إن خطط التحرير تضمنت خطط الإدارة المدنية إلا أن الواقع الاقتصادي أصعب بكثير من خطط المحررين العاجزين عن وقف غارات الطيران على المدنيين وكذلك يصعب تأمين 13 ألف جرة غاز للمدينة يومياً إذ تشير الأرقام إلى أن إدلب كانت تستهلك أكثر من 166 ألف جرة غاز منزلي شهرياً تجربة إدلب الاقتصادية المنتظرة هي تجربة نموذج للسوريين في إدارة اقتصادهم الجديد المبني على العتالة في زمن الحرية فهل بحثت إدلب عن كفاءاتها وخبراتها واستعدت لليوم المنتظر؟ وهل ستستفيد المدن السورية على طريق الحرية من تجربة شقيقتهم؟ بهذا المقال من جريدة عينة بلدي نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة